ترجي باي كونتو بدل حتى بالفريق الفاني وظهال اليوم عادة فوزة من زيمبابوي ايه ترجي رياضي يشوف عنده فريقين اذا كان مشاكثر ترجي رياضي تونسي عنده فترة قاعد يبني في الانجاز متاعو قاعد يجهز في الفريق متاعو وفريق متاعو تحصل اليوم على الموسم الفارط عربية الابطال ما هيش صدفة خدم عليها وقاعد يدعم في الفريق متاعو بالمجموع متاع من العبيرة وقاعد ياخو في اه في اه في اه اه نفهم اليوم عليها شاك الحرب اللي صارت الكبيرة وقتها وقت بجيب جيب فرانكوم محاملة المحافظة على الكوليبالي اه اه الاخنيسي فوق اللي يتعدى في ظروف صعيبة متاعو ووقع دعمه ومساندته ومساعدته بشيخرج من الفترة الحارجة اللي هو فيها اه اه اضطرابات حصلت قبل على المستوى الايطار الفني ووقع موسانده ودعم معين الشعباني وليحطى بيه ودعم المجموعة اللي عنده بمجموعة كبيرة برشم تعمل عبية اه مشايل بالفريق الثاني اه اوكي انا بالنسبة ليه موش فريق الثاني مشايل انا بالنسبة ليه تراجي هذه التونسي عنده فريقين نجم يلعبوا المستويات مش متقاربة صحيح على المستوي الخبرة بعض الملعبية لكن عنده لعبين ممتازين حاطك تشوف الكاسمو تراجي هيرا بالانديا اللي وراه تشوف هيرا الفرق بين كلوب الاسبرانس في الاكسبرانس ومتاع المسابقات الفريقية ممكن ممكن لكن نحب نقول اللي الفرق الفرق الكبير اللي عمله التراجي هذه التونسي هو على مستوى الاستمرارية الاستمرارية في الخدمة بثبات معنا بالنسبة ليه حتى ضجة وحتى مشكل خلق بلبلة في صنف في صفوف التراجي هذه التونسي على مستوى الاداري ولا المالي ولا اي شيء التراجي هذه التونسي اي مشكل ممكن يصير وصارو له مشاكل بعض الهزيم المتوقعة ولا خروج مربط الأبطال في الموسم قبل الماضي اي حاجة تصير تأثر نوعا ما 3-4 يام وسبوء وبعد يرجع التراجي هذه بسرعة وبطبيعة بطبيعة عمل الخبرة سؤالك صحيح هو عنده الخبرة في التعامل مع المباراة الكبيرة لكن عنده الخبرة في كثرة المشاركة متاع وتساعده بالطبيعة تشوف الافريقي ضيع شوية واقت مع مدربين السابقين ريجا وشهاب الليلي في الموسمة ذاية نادي الافريقي ضيع منذ فترة تسيمون بالاسبالية نادي الافريقي عنده فترة عنده ثلاثة سنين واربع سنين كان ممكن يبدأ يبني في الفريق متاعه بش اليوم اي ارتباك يصير و اي مشكل كان ممكن يصير على المستوى الملاعبية متاعه يكون عنده زاد بشري يبني عليه شوف نادي الافريقي خرجوا منه ملاعبية العديد من الملاعبية كانوا ممكن يقضوا يعملوا الاضافة ما وقعش اقحام ولا مساعدة الملاعبية الصغار بش يدخلوا في المجموعة بتدرج موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة